طالبنا بأن يكون هناك شعب واعي لأن الشعب الواعي هو الذي سيمنع الكورونا من التفشي في نهاية المطاف ليست القرارات وليست التعليمات وليست الأمريات إذا كل هذه القرارات والإجراءات والأمريات والتعليمات جات بدون وعي جماعي للناس لن تجدي نفعا ولن تغير أمرا بل بالعكس سوف نذهب ربما إلى سيناريو سيء جدا شكرا